اذا لدينا هذا التدريب في هذا التدريب سوف نقوم بتدريج المصفوف المعطاة بداية يقول التدريب اوجد مصفوف مدرج مكافئة لكل مصفوف معطاة لدي المصفوف اي التي تتعلث من ثلاث اسطر وثلاث اعمدة معطاة بالشكل واحد اثنان اربعة واحد ناقص واحد واحد اثنان واحد خمسة سوف نقوم بتدريج المصفوف اي لدينا في السطر الاول العنصر الرائد هو العدد واحد سوف نقوم بعدم العناصر الموجودة دون الواحد في السطر الثاني وفي السطر الثالث العدد واحد الموجود في السطر الثاني كيف سوف نعدمه الطلاب ما هو التحويل نضرب السطر الاول بناقص واحد ناقص ار واحد زاد ار اثنين يعطي ار اثنين والعدد اثنين الموجود هنا في السطر الثالث من اجل الانعدم نضرب السطر الاول بناقص اثنين يعني اجري التحويل ناقص اثنين ار اثنين زاد ار اثنين يعطي ار اثنين انظر الى التحويلين اذا ناقص ار واحد زاد ار اثنين يعطي ار اثنين وناقص اثنين ار واحد زاد ار ثلاتي هنا ناقص اثنين ار واحد نعم زاد ار ثلاتي يعطي ار ثلاتي انظر الى المصوف المكافئة الجديدة واحد اثنان اربعة السطر الاول كما هو سوف ننجز التحويل الاول واحد بناقص واحد ناقص واحد زاد واحد صفر اضعت صفر هون اتنين بناقص واحد ناقص اتنين وناقص واحد ناقص ثلاثة وضعت الناقص ثلاثة هنا اربعة بناقص واحد ناقص اربعة زائد واحد ناقص ثلاثة وضعت الناقص ثلاثة هنا انا انجز التحويل الاول لانجز الان التحويل الثاني ذلك اضرب السطر الاول بناقص اتنين واجمع الى السطر الثالث واضع في السطر الثالث انظر واحد بنقص 2 نقص 2 زاد 2 صفر 2 بنقص 2 نقص 4 زائد 1 نقص 3 4 بنقص 2 نقص 8 زائد 5 نقص 3 انظر لعدد 1 هذا العنصر الرائد جميع الاعداد التي تقعدونه نعدمت الآن لا اعود الى السطر الاول انتقل الى السطر الثاني واعين العنصر الرائد العنصر الرائد الطلاب الموجود في السطر الثاني هو العدد نقص 3 نقص 3 لازم نعدم العنصر الواقع تحت الناقص 3 العنصر الواقع تحت الناقص 3 هو نقص 3 يبدو ان هناك نوع من الانسجام بين الناقص 3 والناقص 3 كيف سوف اعدم الناقص 3 ان كانت تعلوها 3 نضرب الناقص 1 جميع نضرب السطر الثاني بناقص 1 واجمع الى السطر الثالث كلام صحيح استطيع القول ان اطرح ولكن كلمة اطرح يبدو فيها نوع من الغرابي على التحويلات السطري لذلك اقول اضرب مثل ما قالوا رفقتكم نضرب السطر الثاني بناقص 1 واجمع الى السطر الثالث انظر بالشكل ناقص R2 زائد R3 يعطي R3 ناقص R2 زائد R3 يعطي R3 السطر الاول والثاني كما هما 1 2 4 السطر الثاني 0 ناقص 3 ناقص 3 انظر 0 بناقص 0 زائد 0 ناقص 3 بناقص 1 زائد 3 ناقص 3 0 ناقص 3 بناقص 1 زائد 3 ناقص 3 0 الان هذه المصوف التي حصلت عليها هي المصوف المدرج المكافلة واضح ان السطر الثالث الموجود معدوم كله لذلك السطر الثالث نسميه سطر صفر هنا عدد العناصر الرائد الموجود في هذه المصوف قدش يوجد كم انصر انصرين انصرين رائع هنا في هذه المصوف يوجد انصرين رائدين ايضا لدي المصوف ب ب 1 2 ناقص 3 ناقص 1 0 0 1 2 اريد تدريج هذه المصوف انظر الى العدد الواقع في السطر اول عمود اول هذا هو العنصر الرائد جميع العناصر الواقعة تحته يجب ان تنعدم يعني ناقص 1 هنا لازم خليصي صفر وهذا الصفر هذا العنصر معدوم اجاني مثل طلبه نعم لذلك كيف سوف اجعل الناقص 1 موجود في السطر الثاني تنعدم احسنتم اجمع السطر الاول مع السطر الثاني يعني بالحقيقة اضرب السطر الاول بواحد واجمع الى السطر الثاني هذا المقصود اذا هذا يكافئ اقول R1 زائد R2 يعطي R2 انظر الى المصوفي الجديدي المكافئة 1-2 ناقص 3 سطر اول مجمع السطر الثاني اضعه كما هو 0-1-2 الان لدي العنصر الرائد هو 2 استطيع ان اقول من اجل ان اعدم العدد واحد ان اضرب السطر الثاني بنص واجمع الى السطر الثالث او اضرب بناقص احسنت ولكن نحن اتفقنا في الدرس السابق على ان نبتعد عن الضرب بالكسور لذلك انا رحقول رح بدل بين التاني رائع خلوني مبدعيا بدل السطر الثاني بالتالت احصل على الشكل 1-2-3 0-1-2 0-2-0 بيصير عندي العنصر الرائد هو 1 كيف رح اعدم 2 اريد ايجابي اضرب السطر الثاني اضرب السطر الثاني بنص احسنتم ممتاز اضرب السطر الثاني بنص اتفقنا واجمع الى السطر الثالث كما نقول نقص 2R2 زياد R3 يعطي R3 ايضا 1-2 ناقص 3 0-1 2 ستشوف العنصر الثاني متما هو رح اضرب بنص 2 واجمع صفر احصل على الصفر 1-2-2 زياد 2 وضعت الصفر 2 بنقص 2 ناقص 4 زياد صفر وضعت الناقص 4 انظر الى المصفوف الجديد الى المصفوف المدرجي المكافئة ايضا صراحة نحن لا نرغب بوجوده عنصر رائد نرغب بوجود الواحد عنصر رائد كيف سوف اجعل الواحد احسنتم اريد ان يكون الرائد هو الواحد ابدل السطر الاول بالسطر الثالث لكي اسهل العمليات الحسابية من اجل التدريج بداية هذا يكافئ R1 يكافئ R3 انظر احصى على الشكل 1-2 ناقص 50 السطر الثالث صار بالاول السطر الثالث مثل ما هو ناقص 4 1 ناقص 6 السطر الاول 6-3 ناقص 4 هلق العنصر الرائد هو الواحد لازم العناصر الموجودة تحت الواحد تنعدم شو اللي بيخلي الناقص 4 تنعدم ما هو التحويل رائع رائع وبده يخلي الستي تنعدم أحسنتم ناقص 6 R1 زائد R3 يعطي R3 إذن اعتمد التحويلين 4R1 زائد R2 يعطي R2 وناقص 6R1 زائد R3 يعطي R3 السطر الاول طلاب مثل ما هو 1-2 ناقص 5 راح اضرب السطر الاول ب4 واجمع 1 في 4 4 زائد ناقص 4 0 2 في 4 8 زائد 1 9 هذا هو وناقص 5 في 4 ناقص 20 وناقص 6 ناقص 26 أنجزت التحويل الاول خلوني قوم بالتحويل الثاني التحويل الثاني اضرب السطر الاول بناقص 6 واجمع الى سطر الثالث واضع في سطر الثالث 1 بناقص 6 ناقص 6 زائد 6 هاي الصفر 2 بناقص 6 ناقص 12 زائد 3 ناقص 9 و ناقص 5 بناقص 6 هي 30 ناقص 4 26 العناصر الموجودة تحت الواحد العدمات لا اعوذ الى سطر الاول انتقل الى سطر الثاني واعين العنصر الرائد الا وهو التسعة كيف سوف اجعل العناصر الموجودة تحت التسعة عدم يبدو احسنتم يوجد انسجام بين التسعة والناقص تسعة ما في داعي التسعة تصير واحد بسبب الانسجام هون اجمع سطر الثاني مع سطر الثالث اذا مثل ما قلتم يعني عمليا اضرب السطر الثاني بواحد واجمع الى سطر الثالث رتنين زاد رتلاتي اعطي رتلاتي واحد اثنان ناقص خمسة سطر الاول كما هو صفر تسعة ناقص اثناء اثناء التدريج واضح طلاب استاذ يعني بالحسن نعم نعم مصفوفي مقافئة وهي لازم تكون مصفوفي في المدرج صح بالضبط انا انا بدي درج المصفوفي هذا هو هذا هو القصد نعم الآن نعم لدي المصفوفي دي واحد اثنين ناقص ثلاثي صفر اثنين ثلاثي ناقص واحد اثنين ناقص ثلاثي ناقص خمسة اربعة واحد هذه مصفوفي تتعلف من ثلاث اسطور واربع عمدي اريد تدريج هذه المصفوفي انظر الى العنصر الموجود في السطر اول عمود اول الى وهو الواحد لازم اثنين تنعدم والناقص الثلاثي تنعدم كيف تنعدم اثنين طلاب نضرب السطر الاول في السطر الثاني ونضع في السطر الثاني احسنتم ارواحد زادار ثلاثي يعطي ار ثلاثي اذا هذا يكافئ اقوم بالتحويلين معا ناقص ارواحد زاد ار ثلاثي يعطي ار ثلاثي وثلاثي ار واحد زاد ار ثلاثي يعطي ار ثلاثي فاحصل على المصفوفي واحد اثنين ناقص ثلاثي الصفر انظر راح اضرب بناقص اثنين واجمع ناقص واحد خمسي صفر بنقص اثنين صفر زاد اثنين اثنين منقوم بالتحويل الثاني الآن اضرب السطر الاول بثلاثي واجمع لسطر الثالث واحد بثلاثي ناقص ثلاثي صفر اثنين بثلاثي ثلاثي ستي ناقص خمسي واحد وثلاثي بناقص ثلاثي بثلاثي ناقص تسعة زائد اربعة ناقص خمسي وصفر بثلاثي صفر زائد واحد واحد نقول عدمنا جميع العناصر الواقعة تحت العنصر الرائد في السطر الاول اوتوماتيكيا بنتقل الى السطر الثاني ووعين العنصر الرائد وسوف اعدم العناصر الموجودة تحت الناقص واحد كيف سوف ينعدم الواحد اجمع السطر الثاني مع السطر الثالث واضع الناتج في السطر الثالث احسنتهم R2 زائد R3 يوقي R3 السطر الاول والثاني كما هو انظر المصوف الجديد واحد اتنين ناقص ثلاث صفر صفر ناقص واحد خمس اتنين راح اجمع الصفر ناقص واحد زائد واحد صفر خمس زائد الناقص خمس صفر اتنين زائد واحد اتلات بهذا احصل على المصفوف المدرجي المكافر اشتركوا في القناة